إذاعة دمشق تقدم من الحياة جمع الأواصر مرحبا بك يا أخ فتحي آمل أن تكون تونس لا تزال تونس الخضراء هكذا خرأنا عنها في المدرسة تونس الخضراء دائما بإذن الله أتدري يا أخ فتحي اسم عائلتك ليس غريبا عليك ففي سوريا عائلة كبيرة بالاسم نفسه لعلكم أقارب؟ كنت قد سمعت من جدي أن أخا لأبيه قد استقر في سوريا بعد أن التقى بسيدة سورية وتزوجها فاشترطت عليه أن يعيشا في بلدها لا في بلده إذن فأنتم أقارب أبناء عم أرجو ذلك أنا أحب السوريين ونحن نحب التونسيين هل سمعت باسم عائلتي في دياركم؟ للأسف لم أسمع لكن ما يدري ربما أتمنى أن يكون لي أقرباء في بلدي إذن لكنت ذهبت في أول إجازة وبحثت عنهم في ربوع تونس الخضراء ولولا أن الوضع في بلدكم لم يستقر بعد إذن لذهبت للبحث عن أقربائي الوضع في بلدي بات جيدا هادئا وآمنا ويمكنك الذهاب متى شئت أتدري يا أخ ماجين أنت فتحت لي أفقا جديدا لم أفكر فيه من قبل وربما أجد فيه ما يفيدني في تحضير رسالتي يمكن أن تسمي رسالتك البحث عن الجذور جذورنا معروفة لكن في حالتنا هذه يمكن أن أطلق على الرسالة عنوان صلة الأقرباء أو جمع الأقرباء أو لم الشمل أو أو العنوان لا يهم الآن بقدر أهمية التأكد من المعلومات من حسن حظي أن جدي لا يزال في كامل صحته العقلية بحيث يفيدني بمعلوماته التي اختزنها في رأسه يبدو يا أخ فتحي أنك جاد أنا جاد يا أخ ماجين وأأمل أن تساعدني عند ذهابي إلى بلدك طبعا بكل سرور وأدعوك منذ الآن للإقامة في بيت مع أهلي طوال مقوثك في دمشق شكرا لك أخي ماجين وسأحيلك إلى ابن عم لي له اتصالات واسعة في المجتمع الدمشقي بحيث يمكن أن يفيدك بمعلومات تخص أقاربك هذا إذا ثبت أنهم أقاربك أمر ذلك أهلاً لطيفة أين أنت يا فتحي؟ هذا زميل الأخ ماجين أهلاً وسهلاً أنا لطيفة خطيبة فتحي وأدرس في كلية الفنون أهلاً وسهلاً بك فرصة سعيدة أتدرين يا لطيفة؟ أعتقد أن علينا تأجيل موعد زواجنا وبدأ فتحي يتراجع لا 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 أنا لا أتراجع لكن أوحى إلي زميلي وأخي ماجد بموضوع هام يخص الرسالة التي أعدها سامحك الله يا سيد ماجد سامحك الله لطيفة؟ علي الذهاب إلى سوريا لمتابعة الموضوع وما علاقة سوريا بالموضوع؟ ظهر أن لدينا أقرباء في سوريا لا نعلم عنهم شيئاً جيد إذا سمحتم لي بالتدخل ما رأيكما بأن تتزوجا في الموعد الذي سبق وحددتماه ثم تذهبا معا إلى دمشق في شهر العسل فكرة جيدة لكن فتحي خطيبي أراك منذ الآن بدأت تتصرف باسمي وكأنني غير موجودة وهل أجرؤ؟ تتحدث عن تأجيل الزواج ثم عن رحلتك إلى سوريا وكأن قرارك قد صدر ولا مجال للبحث فيه لطيفة حبيبتي أنا أقترح ولا أقرر القرار لنا معا هذا قد سبق واتفقنا عليه إذن أنت تقترح حسناً يبقى القرار وهذا سننظر فيه لاحقاً أنا آسف أنيسة لطيفة أنا لا علاقة لي بالموضوع لكن إذا قررتما زيارة بلدي فأنا أرحب بكما وأبدي استعدادي لمساعدة فتحي في جهودي حول بعثه ألو نعم؟ قاسم؟ مرحباً قاسم أنا فتحي فتحي؟ سيد فتحي؟ يا أهلاً وسهلاً قاسم أين جدي؟ دعني أتحدث إليه حسناً سأعطيه الهاتف لحظة لحظة جدي هذا فتحي تفضل فتحي؟ كيف أنت يا موني؟ وكيف غربتك؟ وكيف دراستك؟ أنا بخير جدي كيف حضرتك وكيف جدتي؟ ندعو لك بالتوفيق يا فتحي رغم أنك مقصر في السؤال عننا أنا مطمئن عليكما عن طريق والدتي ووالدي جدي كنت قد ذكرت ليوماً أن جداً من جدودك عاش في دمشق مع زوجته الدمشقية نعم نعم هو الحاج محمود الأخ الأصغر لجدي وكنا ندعوه عمي جدي دراستي تدعوني إلى الاتصال بأبنائه في دمشق والتواصل معهم ماذا تعرف أكثر عنهم؟ لا أعرف الكثير يا فتحي الاتصال بيننا منقطع منذ ذلك الزمان ولا أدري هل لا يزال أحد من العائلة موجوداً هناك لكن ما هذه الفكرة التي طرعت لك؟ سأذهب إلى دمشق وأبحث عن أقارب لنا هناك لأصل منقطع بيننا الفكرة جيدة لكن لا أدري شيئاً عن مدى نجاحها سأحاول وعلى نتيجتها يتوقف نجاح مشروع رسالة الجامعية جدي أرجوك إذا تذكرت شيئاً أن تهتف لي وتخبرني فتحي يا بني ليس لدي أي معلومات لكنني سأدعو لك وجداتك بالتوفيق ما أخبار خطيبتك لطيفة؟ هي إلى جانبي تحييك وجدتي وتطلب منكما الدعاء جدي نفكر في أن يكون شهر عسلنا في دمشق يا للشباب حفظكم الله أتمنى لو أستطيع وجدتك الحضور إلى دمشق والاحتفال بعرسكما العرس فقط وليس شهر العسل لا تخش شيئاً لن نفسد عليكما وفقكم الله ومبارك سالفاً مع السلامة يا فتحي مع السلامة جدي برعاية الله جدك إنسان رائع أحبه وأحترمه ليس أكثر مني بل أكثر حسناً هيا فلنجعل من ذلك قضية ما رأيك؟ لدينا قضايا أكثر أهمية يا دكتور فتحي ليس بعد يا حبيبتي لطيفة لا بأس يا حبيبي فتحي هكذا أفضل لكنك تبقى دكتور المستقبل دكتورة في علم الاجتماع لطيفة حبيبتي أؤكد على وعدك بمواصلة دراستك بعد الزواج أهلاً جدي فتحي أردت أن أنبهك بأن تبدأ البحث في دمشق عن عبد الفتاح اسم جد الذي اختار أخوه محمود الحج محمود الإقامة في دمشق مع زوجته الدمشقية نعم نعم عبد الفتاح اسم جدك رحمه الله واسمك أطال الله بعمرك وكان المفروض أن يكون اسمك أيضاً لكن الوالدة والدتك حفظها الله قد اخترحت أن يكون اسمك فتحي بدلاً من عبد الفتاح إذ وجدت أن اسم فتحي موديرن أكثر من اسم عبد الفتاح جدي إذا أردت أطلب تغيير اسمي ليصبح عبد الفتاح لا 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 يا موني كان المفروض أن يكون أبوك رجلاً أعني أكثر الرجولة وأن لا يوافق زوجته لكن كيف يفعل وهي عروسه وحبيبة قلبه؟ لا بأس جدي يمكنك أن تعتبر أن اسمي عبد الفتاح ويكون لي شرف هذه التسمية حفظك الله يا فتحي أنت حبيبنا وكبير أحفادنا سواء أكنت فتحي أو عبد الفتاح فتحي هذه جدتك بجانبي تريد أن تسمع صوتك تفضلي فتحي حبيبي آه جدتي كم أنا بشوق لك يا جدتي ولدعواتك ونصائحك دعواتي مستمرة ومستجابة إن شاء الله أما نصائحي فأنا أذكرك بأن تكون نفسك وتقرر ما تجده مناسباً لك فتحي حبيبي كن رقيقاً لطيفاً مع قطيبتك كي تحبك أكثر وفقك الله يا بني برعاية الله صريمت جدتي مع السلامة مجد؟ غير معقول؟ مجد؟ غير معقول؟ كيف حالك يا يمان يا ابن عمي؟ الحمد لله كيف حالك في غربتك؟ أنا بخير وقد زادت مئناني عنكم بعدما ذكره الوالد مرنا بفترة صعبة والآن لا بأس يمان أريد منك خدمة أنا جاهز صديقي وابن عمي ماجد اسمعني جيداً لدي صديق وزاميل هنا من تونس وهو يبحث عن أقرباء له في دمشق وأنت خير من يساعده ما رأيك؟ أنا جاهز لمساعدته فقط أعلمني عن موعد وصوله سأهتف إليك عن موعد وصول طائرته إلى مطار دمشق الدولي كي تستقبله وتحجز له في الفندق وهل سيقبل عمك أبو يمان أن يقيم في الفندق؟ اسمع هو آت مع زوجته وسيقضيان شهر العسل في دمشق لذا فمن الأنسب لهما أن يقيما في الفندق ماجد أعلمني عن موعد وصول الطائرة وترك التفاصيل لي آه يا ماجد قلبنا مليء بالمآسي ونحتاج إلى مناسبة سعيدة تخفف عنها قلت شهر عسل؟ ثقبي منذ نزولهما من الطائرة سيبدأ عرسهما عرس دمشقي ولا أحلى يمان أنا أعلم أن وضعكم لا يساعد لإقامة أعرس بالعكس نحن بحاجة ماسة لعرس ولو لم أكن متزوجا لتزوجت من جديد كي نقيم عرسا يمان أنت تعلم أيضا أنك لا قضيتك صارت بين يدي عمك أبي يمان العرس ليس مهما الآن بقدر وصوله إلى القاربه العرس والأقارب كل شيء ليتك تأتي معهما أجد مجيئي إلى أن أجد ابنة الحلال وآتيكم لقضاء شهر العسل بينكم سنكون أسعد الناس يا ابن عمي الحمد لله أنكم بخير ودمشق بخير والوطن يستعيد عافيته سأهتف إليك قريبا إلى اللقاء أمي لما تبكين؟ من سمح لك بأن تتزوج بعيدا عننا ودون أن نفرح بعرسك؟ الظروف أمي حكمت بذلك أنا لن أكون سعيدة بالزواج بعيدا عنك وعن الوالد الحبيب اسمعي يا لطيفة أنت لن تتزوجي رغما عننا أليس كذلك؟ طبعا لا هل أنتما لستما موافقين؟ نحن لسنا موافقين ولكنكما وافقتما على خطبتي وارتباطي بفتحي نعم ولن نزال موافقين على خطبتك وارتباطك بفتحي لكن أنت تزوجا بعيدا عننا لا هذا لن نوافق عليه أمي ما رأيك أن تأتي إلى دمشق؟ نلتقي هناك ونقيم عرسا يليق بوجودك وأبوك هل أترك أباك هنا؟ هو لن يستطيع السفر قطعا وهو يصر على أن يتم زفافك في بيتنا وبوجوده وبمباركته ولكن يا أمي خذي سيحاول أبوك بكلمات قليلة أن يتحدث معك أهلو لطيفة حبيبة أبيك لطيفة لن يقام عرسق إلا هنا في هذا البيت وبالفسحة الكبيرة بجانب البركة وبين الأجار الوارفة وذلك بعد إنهاء دراستك أرجوك يا أبي لا تجهد نفسك لن أكون راضيا ولن أبارك زواجكما إن لم تفعلها ولكن يا أبي لن أتك هلم أكثر لا أستطيع ولكن اسمعي يا لطيفة ذاك الله لن تغضب أباك ولن تغضبيني مع السلامة يا إلهي ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ كيف ستراجع؟ وكيف سأقنع فتحي؟ هذه هي القصة ماذا تراني سأفعل؟ قد دعدتك واتفقنا وأنا لست من النوع الذي يتراجع مهلا مهلا لن تديري ظهرك لرغبة أبيك وأمك ماذا أفعل إذن؟ فتحي أرجوك قل شيئا ماذا أقول؟ قل ما تريد قل ما تجده مناسبا ليس أمامنا إلا أن نؤجل موعد زفافنا كم حلمت بأن يكون شهر عصرنا في دمشق أتريدني أن أذهب معك؟ لا 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 أبدا والمشكلة أن والدي لا يحبذ زواجي قبل إنهاء دراستي وتخرجي لطيف حبيبتي أرجوك لا تبكي ننتظر لماذا؟ وأذهب معك إلى تونس ونعقد زواجنا هناك وتقام الأفراح والليالي الملاح فتحي أنا آسفة مادام الحب يجمع قلبينا فكل شيء يهون ثم لا تنسي بعد زواجنا في تونس نطير إلى دمشق لنمضي شهر العصر هناك أو لأقل بقية شهر العصر ستكون كل أيامنا عصلا عفواً حضرتك الأستاذ يمان قرأت اسمك على اللافتة التي تحملها أهلاً وسهلاً أستاذ فتحي مرحباً بك في دمشق أنا يمان ابن عم ماجل شكراً يا سيد يمان لاستقبالك لي هيا أعطني هذه الحقيبة لو سمحت لا 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 أنا أحملها أنت لا شك متعب وأنا أحملها لك هيا السيارة في الخارج قريبة من هنا هل أحمل لك الحقيبة؟ لا بأس احملها واتبعني الطقس جميل في دمشق كل شيء جميل في دمشق كل شيء جميل في دمشق أنا من تونس مرحباً بتونس وبابن تونس تعال هذه هي السيارة ضعي الحقيبة هنا شكراً خل شكراً سيدي آه آمل أن يكون الفندق في مركز المدينة وليس في الضواحي أستاذ فتحي ليس هناك فندق والد الأخي ماجد ووالدته يتوقعان قدومك والإقامة في بيتهما لا 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 أرجوك لا أريد أن أسقل على أحد ماجد أخبر والده بقدومك وأبو ماجد لن يتنازل عن أن تكون ضيفه خلال وجودك في دمشق ولكن يا فتحي يا بني أنت زميل ماجد ورفيقه في غربتكما وواجب أن أرحب بك بيننا شكراً لك عمي أبا ماجد وأرجو أن تعذرني وتتركني أقيم في أحد فنادق دمشق أعرف أن التونسيين كرماء أصلاء هل يجوز أن تخيم في فندق وبيت أخيك ماجد موجود؟ انظر حولك إنه بيت كبير جميل فسيح ولا يسكنه إلا أنا وخالتك أم ماجد لا لا يا فتحي لا لن أقبل إلا أن تكون هنا معنا يمكنك أن تذهب تروح وتجيء متى شئت مع يمان أو مع غيره ولكن الإقامة هنا أعذرني عمي أبا نادر هل توصلت إلى شيء؟ العائلة التي تسأل عنها تسكن في حلب منذ سنوات ولا أحد في دمشق من أفرادها؟ قيل لي إن سيدة من بنات العائلة تزوجت من شاب دمشقي منذ سنوات وقد استطعت الحصول على اسمه ورقم هاتفه جيد جيد جداً لا أدري إن كان سيرحب بك وهو لا يعرفك ولا يعرف شيئاً عنك نحاول حسناً يمان خذ رقم الرجل واسمه وتصرف سأفعل سيدي سأفعل كم أنا سعيدة بلقياك يا فتحي يا بني وأنا في غاية السعادة خال أنيسة أترى يا قاسم بعد كل تلك السنوات حقق الله أمنيتي والتقيت بأحد من أسرتي الحمد لله بعد أن التقيت بعمك قاسم الدمشقي وتزوجنا صرت أفكر كيف سأعج في دمشق باحداً عن أهلي وصارت أمنيتي أن ألتقي بأحد منهم وها أنت يا فتحي تأتيني على غير معاد خال أنيسة ذكر لي جدي أن أخاً لجده عبد الفتاح اسمه الحاج محمود قرر الإقامة في دمشق بعد زواجه من شابة دمشقية أترى ما يفعل الحب أبعد جدنا الحاج محمود عن تونس وأبعدني أنا أيضاً عن تونس وبقينا هنا وعاشقنا دمشق خالة نيسة هل حدثتني عن أقاربنا هنا؟ حديثنا سيطول يا فتحي يا بني هو أخشى أن يشعر صديقك بالملل لا خالة لا شك أن حديثك مشوق سأستمع باهتمام أما أنا فسأذهب لتحضير الشاي ما رأيك يا فتحي؟ بكل سرور شكراً لك لم نرزق بأولاد لكنني سأعود إلى البداية أبي اسمه محمود الحاج محمود؟ الحاج محمود الأول هو جد أبي محمود حيث سمي باسمه الحاج محمود الأول كما سميتيه هو أخ لجد جد في تونس صحيح ما نعرفه أن أبي سمي باسم جده محمود هذا محمود الثاني ثم ما أعرفه أن عائلتي اختارت الإقامة في حلب بعد أن تزوج أبي من سيدة حلبية وقبل أن ننتقل كان حظي أن ألتقي بحبيبي حبيبي قاسم ونتزوج وأبقى أنا هنا في دمشق معه إذن فأهلك أقصد عمي محمود وبقية العائلة في حلب آه عذرني ضع عمك محمود وبقية العائلة في حلب خلال أحداث حلب لم أستطع الاتصال به وبعد انتهاء الأحداث ذهبت وعمك قاسم إلى حلب البيت مهدم وهو جزء من بناء كامل وساكنه لم نستطع التوصل إلى معرفة مصيره اختفوا اختفوا جميعا اختفوا هل ماتوا تحت الأنقاط؟ هل استطعوا الهرب؟ وإلى أين؟ ربما هربوا إلى تركيا وقد يعودون إلى تونس يا ليت يا ليت يا فتح يا بني أبي محمود كان مريضا مرض الشيخ ختي وامي كذلك وكان لدي أخاني وأختان كلهم ضعوا اختفوا خال أنيسة خال أنيسة رحمهم الله أحياء أمواتا أرجوك لا تنفعلها كذا يمان اذهب واستدعي لعم قاسم من المطبخ بسرعة سيد أنيسة ابقى معي تحدث إيه معي تعبت يا فتحي الأيام أتعبتني والأحداث أنهقتني أريد أن أريد أن سيكون عم قاسم بجانبك أنيسة أنيسة حليفتي أنيسة إياك أن تذهب وتتركين قاسم أنا أنا أريد الخلاص تعبت تعبت والاستقرار كما كان والأمل أن نبقى معا نحب ويحبنا الآخر من الآخرون في حياتي أنت الآخرون ليس لغيرك وأنا أحبك وأنا أنا أحبك أيضا ماذا نطلب أكثر حفظكم الله عم قاسم أرى أن ننقلها إلى المستشفى ليتني لم آت ولم أسبب لها ما حصل لا يا فتحي بالعكس مجيءك خفف عنها بعض عنائها هي تعيش أزمتها مذ شاهدت بيت أهلها المهدمة في حلب ولم نعد نسمع عنهم شيئا ها ها قد وصلنا إلى المستشفى كيف أنت اليوم خال أنيسا أنا بخير بخير والحمد لله ووجودك أي سعدنا أنا آسف ربما تسببت لك لا يا فتحي يا بني ما جيءك أسعدني فعلا ما رأيك إذا قلت إن خبرا هاما قد وصلني منذ قليل خير إن شاء الله أخبارك كلها هامة يا حبيبي جعلها مفرحة أرجوك هي مفرحة مفرحة جدا هيا يا قاسم قل قل أخبارك المفرحة حيا قرأ صديقنا يمان عبر الشبكة الفضائية نداء صادرا عن شخص اسمه معاذ معاذ أخي أخي اسمه معاذ نعم نعم يا حبيبة وأخيرا وصلنا إلى شيء ما جيد جيد ماذا يقوله معاذ هيا بكلمات قليلة قال كل ما يريد قوله أنا اسمي معاذ وأخي اسمه لباب وأخت اسمها جفنة وأخت الثانية اسمها نداء وأخت الثالثة أنيسة وهي في دمشق يا إلهي أمي سمية وأبي محمود الحاج محمود شردنا الإرهابيون هربنا من حلب ثم تفرقنا أثناء الهرب لم نجتمع ثانية رغم كل محاولاتي وإذا ما قدر الله واجتمعنا فليكن اجتماعنا في دمشق في بيت أختنا وحبيبتنا أنيسة وزوجها الطيب السيد قاسم يا إلهي يا إلهي الحمد لله الحمد لله سيجتمعون هنا في بيتنا يا الله ما أجمل هذه البشرة وما أرق وما أرق هذا النداء الحمد لله نبقى على الأمل يصل معاذ وبقية أفراد العائلة كانت زيارتي لدمشق موفقة للغاية وسعدت بلقاء الخالة أنيسة ابنة العم وزوجها السيد قاسم واجتمعنا على أمل أن ينضم إلينا ابن العم مغاذ وبقية عائلة الخالة ابنة العم أنيسة دعوتهم ووعدوني بالمجيء إلى تونس ولم شمل العائلة إلى جانب الاحتفال بإنجاز رسالة الجامعية التي اخترت لها عنوان جمع الأواصر جمع الأواصر ساعدت في الإخراج سناء حمود من الحياة تأليف وإخراج فاروق حيدر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة